موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة التغيير الساعة الثانية من برنامج مبغداد التي سيرافق لي فيها ضيفا معالي وزير الصحة الدكتور جعفر صالح علاوي أنا دائما أؤكد مشاهدينا الكرام في وقت الأزمات ننبذ خلافاتنا على جهة ونسعى دائما أن نتوحد لغرض أن تكون هذه الوحدة عناصر قوة حقيقية لمعالجة الأزبة العراقيين دائما أبطال العراقيين دائما شجعان في وقت الملمات العراقي ينسى كل خلافاته ويذهب ليحقق مبادئه وطموحاته وأمانيه شفت لما كان أيام الإرهاب الداعشي وعندما استبيحت المناطق الغربية كيف كان لجهاز مكافحة الإرهاب الأبطال والشرطة الاتحادية والاستخبارات العسكرية والحشد الشعبي من رجولة وبطولة وقاتلوا عدوا حقيرا مذلا مهينا وجابوا رأسا للقاع ومن الرجعة والأبطال احتفين بيهم وما زلنا نحتفي بهم ونحفظ صورهم وبطولاتهم اليوم لدينا معركة من طراز خاص وعدو خاص أبطال هذه المعركة الحقيقية وفي الخط الأول مع هذا العدو الذي لا نكاد أن نراه هم وزارة الصحة العراقية والكوادر الطبية بكل تصنيفاتها من هذا المكان وأكثر من مرة أقولها وسأبقى أقولها نرفع لكم القبعات وننحني لكم إجلالا وإكبارا وعرفانا للبطولة التي قدمتموها نساء ورجالا كوادر فنية ومهنية وإدارية ووزارة ووزير وكل التخصصات في وزارة الصحة يمكن إحنا نتعاتب على بعض القضايا لكنه خلص الآن أنتم تديرون معركة كبيرة لكم منا ومن كل العراقيين كل التحية والتقدير والاحترام وأنتم في الشوط الأخير من منازلة هذه الحرب الكونية الكبيرة وقد أثبتتم وبرغم الاحتياجات ونقص الأموال والتجهيزات وما موجود ولكن عملت بضمائركم وعملتم بالهمة العراقية وبالغيرة العراقية أكرر ننحني لكم ونرفع لكم القبعات سيروا وشعبكم من وراءكم وستكتبون تاريخا عراقيا مشرفا أنكم في زمن العوز كنتم كما كان أخوتكم أبطالا يرافقني ضيفا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور جعفر صادق علاء وزير الصحة أهلا واسهلا مع الوزير حياك الله الدكتور أخي الفاضل الدكتور نجيم أنت هذه المقدمة الحقيقة يعني تنبع من إنسان وطني كريم حقيقة أنا أشكرك على هذه المقدمة لأنه فعلا نعم كوادر وزارة الصحة الآن في خنادق القتال في كل أنحاء العراق من الموصل إلى البصرة ومثل ما تفضلت أحنا دا حارب بإمكانيات الحمد لله طبعا تفضلت حسنت ولكن هذه المقدمة مالك أنا لن أنساها أبدا وشكرا جزيلا لك لمحطتكم وإلى مشاهديكم هذه المقدمة كانت حقيقة تعبر عن الوضع الحقيقي للإنسانية العراقية والشهامة العربية وأنا أشكرك جزيلا الشكر محط محط متفضل عليكم سيادة الوزير هذا استحقاكم أريد أبدأ من حضرتك ما هو التقييم للوضع الصحي في العراق وما هي المفاجآة التي قد تحصل وتسبب لكم قلقا نعم أحسنت أحنا الحقيقة اليوم إذا تلاحظ العراق وتقيسه بدول الجوار يعني العراق قياسهم بأتجار إيران تركيا الكويت السعودية عدل أردن وضعهم تقريبا مشابه للعراق أحنا أعدد المصابين لا يزال تحت السيطرة يعني اليوم بعد تقريبا شهرين من انتشار المرض بالعالم أحنا وصلنا 800 وشوية مريض مصاب بالكورونا عدنا بحدود نصهم تقريبا شفوا وعدنا عدد الوفيات لا يتجاوز الخمسين رحمهم الله هذه الأرقام التي ذكرتها الحقيقة اليوم لو تقيسها بتجارة إيران أو في الدول العراقية مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا أمريكا عدد الوفيات أعداد هائلة بالآلاف عدد المرضى بآلاف الآلاف فأحنا قياسا بهذه الدول أحنا أعتقد وأقدر أجزم أنا كمسؤول عن وزارة الصحة العراقية ولو لفترة بسيطة أنا من أخذت المنصب أنه نجحنا في السيطرة على المرض والسؤال الثاني التي تفضلت به ما هي الأشياء التي نخاف منها نعم أنا أخاف من فتح الحدود نعم أنا أخاف من فتح منع التجول بسرعة نعم أنا أشعر مع الفقير العراقي وكانت من أوليات الموضوع عندنا بالاتصال مع الأخوة الوزراء أخ وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور الرواعي أخبرني أنه أحنا عدنا بحدود مليون ومئتين وستين ألف متعفف وعائلة وبالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء والأخوة وزير التجارة ووزير الزراعة صار هناك قرارات لمساعدة الأخوة الفقراء خلال هذه الأزمة منع التجول منع المدارس هذا هو الحقيقة وأنتم الإعلاميين حفظكم الله أنتم أول خط في الدفاع عن الوطن بالنسبة لمرض الكورونا الكورونا لا إلى علاج والسيطرة عليها جدا صعبة فالإعلام والتوجيه المعنوي والتعليم المواطن هو الطريق الوحيد لوقاية الإنسان أحنا دكتور نجيم الله يحفظك أحنا بالبداية يعني كانت الصدمة قوية بس استوعبناها أحنا أخذنا مواقف قوية من بداية المرض وأصاب منطقة أوهان اللي كان بيها عندنا 63 طالب عراقي سوينا ترتيبات سريعة وأخلينا مستشفيات بسرعة وجلبنا طلابنا هم عراقيين فجلبناهم والحمد لله بقوا فترة الحجر هي أسبوعين وطلعوا بسلام ولكن بعدها بدل أسف المرض ينتشر في إيران فاضطرنا أن أخذ قرار صعب ولكن أغلاق الحدود مع الجارة إيران أصبح ضرورة واتخذناه وهذا أيضا حمل بلدين أحنا حمينا العراق وحمينا إيران من انتشار المرض وذلك بعدها تبعت تركيا والأخوة في الأردن وكذلك في الكويت والسعودية أحنا هذه الإجراءات التي اتخذناها بالنسبة للمدارس وهذه كانت الحقيقة هي الخط الأول الذي نجحنا به وأنا أعتبره نجاح لأن الأعداد العدنة هي دليل قاطع على نجحنا معاني الوزير وإن شاء الله نكمل المسير بيكم البركة نالك أيضا يعني مخاوف أو قلق من الإصابات غير المكتشفة أو بعض الأحيان تردد المواطن بعدم الذهاب للإبلاغ عن حالته وهذه قضية أيضا يمكن التقرير الأخير للمتحدة أشار إلها الآن كيف يمكن أن تصلوا إلى أرقام حقيقية بالإصابات غير المكتشفة هل فعلا لديكم حملات بالذهاب إلى المناطق الشعبية نعم نعم بارك الله بك أنا الحقيقة أنا الحقيقة كنت مبارح رحت أنا شخصيا بدنا نحجر يعني رحنا إلى المناطق اللي نتوقع بها إصابات أولا دكتور نجم نعم 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 حقيقة لأنه معداتنا كانت غير كافية فلذلك كنا قلت لك نعم 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 أفضل بتعاون الأخوة بالدول التجار وعن طريقكم أنا أشكر الأمير دولة الكويت الحبيبة وأشكر الحقيقة الصين للمساعدات الكبيرة وأشكر ولاية المتحدة الأمريكية من حون مبالغ ضخمة البنوق العراقية كافة الخاصة والحكومية رفدتنا بأموال كبيرة الآن صار عدنا إمكانية مالية اشترينا معدات اشترينا إشعاعات اشترينا أدوات فحص نعم الآن بدينا إحنا نطلع إلى الشارع فمبارح بدينا بالزعفرانية وراها إن شاء الله بالكمالية والحمد لله الإجراءات هي لحقيقة الاستباقي هذا العمل فحص المواطن الاستباقي لكشف المواطنين بالزعفرانية وبالكمالية الحملات التي قمتم بها بالكمالية وبالزعفرانية نعم زجد حالات المكتشفة خلال هاي الحملة بارك الله بك احنا الحقيقة والحمد لله بالزعفرانية ما لقينا ولا اصابة ولا كل الزعفرانية كل الزعفرانية ما بها الكمالية ما عندي طريق النتائج ولذلك ما رد انطي رقم تخميني لكن الزعفرانية الحمد لله منطقة سليمة هذا بالاجراء الفحص الاستباقي واحنا الان رح نجري على كل المحافظات يعني رح تطلع كوادر وزارة الصحة والهدف من بهذه العملية الاستباقية هو كشف المريض بعد في موطنة يعني بعد ما طلع وانتشر الى العائلة او المنطقة او الشارع فاحنا اذا نلقف في بدايته ونجري الاجراءات اللازمة بحجر المريض البداية بعلاجه الابتداء بعلاجه احنا نقدر نحصر المرض ان شاء الله شباب اخذونا هذا العاجل على لسان السيد وزير الصحة انه اخلوه مدينة الزعفرانية من اي اصابة في الكورونا بعد عمليات التفتيش معاني الوزير الاجهزة الان التي تستخدمونها بالفحص هل اجهزة متطورة تقتنعون انه هاي الاجهزة ممكن ان تكشف له القضية انه هذا يجب ان يكون الكشف يذهب الى المختبرات سليم سؤال جيد احنا عدنا نوعين من الفحص عدنا الاجهزة اللي احنا نستعملها سابقا والان الحقيقة استعملنا يعني كان عدنا مختبر واحد فقط في بغداد والان عدنا مختبرات تقريبا الصور صارت ستة انا لا اعرف بيها انفتح البصرة وانفتح النجف وعدنا بعد اثنين اربعة راح تنفتح فورا هسا يعني خلال الايام والساعات القليلة هذه مختبرات جدا متطورة اجهزتها جدا متطورة عليها سيطرة نوعية واحنا دائما نندقيق عدنا طباء خبراء بالصحة العامة والمختبرات وبتعاون مع الخبراء الصينيين تمكننا الان احنا مختبراتنا يقدر اقول دقتها تصل الى 100% عدنا ايضا لسرعة الفحص عدنا يسمون رابد بي سي ار هذا الفحص ينطيك النتيجة خلال 15 دقيقة هذا تقريبا درجة التشخيص مالته تقدر توصل الى 90% ولكن ينطيك معلومة نقدر نستعمل هذه الاجهزة في الفحص الاستباقي ونقدر نستعملها ايضا في المطارات اهنا عدنا طبعا بس مطار بغداد شغال على السبب واحد لكي نحصر عدد المسافرين للعراق وممكن امكانية فحصهم وعدنا شعبة ومتمكنة متطورة في مطار بغداد لفحص المسافرين معالي الوزير فاحنا الان يعني اجهزة نعم فضل فضل كمل كمل نعم عدنا اجهزة جدا متطورة البارح استلمنا اجهزة اشعة ايضا متطورة من الصين اسكانرات واجهزة فحص دقيقة الان وصلت الى مدينة الطيب كوادرنا كلها مدربة عليها وعدنا حوالي عشرة خبراء صينيين الان بدأوا بي وايضا نشكر شركة هواوي ان شاء الله يكون لفظتها صحيح هذه الشركة الان عملت ان اطرقى جهاز اتصالات في العالم ربطنا كل وزارات الصحة بالتلي مدسين يعني بالتلفزيونات ورح نبدي من بكرة صباحا بتدريب الكوادر العراقية على الصحة العامة من الموصل حتى البصرة عدنا برنامج تعليمي وعندي ايضا الان بدين بالاتفاق مع الجامعة الامريكية في بيروت ان شاء الله ايضا رح يبدي تعاون معهم عدنا تعاون مع منظمة الصحة الدولية باستمرار ونتكلم معهم تقريبا يوميا وهم يراقبون كل الارقام اللي انا ذكرتها سابقا تمام مع الوزير لا يطلع من عدنا غير انا بس تعقيبا على ما ذكره المعالي الوزير الى كل اهلنا وشعبنا المعلومة اللي قال بها السيد الوزير خلوز زعفرانية من الاصابات اللي هي كانت زعفرانية بها من اكثر مناطق بغداد انه بمعنى لا تخافون يعني خلونا نتجاوز هذا القلق هذا الحملات الاستباقية يبدو تبشر بخير ولكن اريد استفاد من خبرتك مع الوزير انت استاذ يعني طب في جامعة لندن وخبير طبيب ايضا هل نحن الآن في هذه المعركة تحولنا من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم ضد فيروس كورونا وهل تتوقع قريبا انفراجا في هذه القضية والله اخ نجم انا اقول لك بصراحة انا احنا دن تابع الارقام وعدنا شعبة 19 خبير بالاحصاء اي احنا دن نراقب العملية وزيادة الاعداد تقريبا كانت من 5 الى 10 وزادت الآن تقريبا معدل بين 30 الى 50 عدد الوفيات عدد اللي دايشفون هذا كله مراقب بدقة حقيقة على الاصابات اللي دا تتسجل عندنا والأسف الوفيات والناس اللي دايشفون انا بتوقعاتي بتوقعاتي مع الخبراء وعدنا لجنة خبراء جدا ممتازين من اساتذة من جامعة بغداد والمستنصرية وبقية الجامعات نعم بهذه الخبرات الحقيقة الجبارة احنا الآن نعم اقدر اقولك احنا في نصف نصف الشهر الخامس الى بداية الشهر السادس ما راح تصير عندنا اصابات اكثر ان شاء الله بين 1500 الى 2000 وبعدها نعلن الانتصار على هذا المرض بالعراق طيب ما الوزير يعاني الله من تزيد الحرارة ايضا نجوه الى علاقة يعني مرات اكو تضارب بالاخبار مرة يقول لك هو يموت في درجة حرارة كذا ومرة يقول لك لا هو ما لعلاقة بدرجة الحرارة الحقيقة ما تأثيرات درجة الحرارة والمناطق الساخنة ويستشهدون انه المناطق الافريقية ما بها اصابات او اصاباتها قليلة هي مثل درجة الحرارة شا تقول مع الوزير ولا الحقيقة صحيح 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 هو الفيروس هذا او الجرثومة من تطلع من جسم الانسان بس بالعطاس او باليد اذا حطيده على انفه او خشمه او حلقه هي هذا الطريقة العدوى الجرثومة ما تنتقل بالهواء يعني ما تعيش فترة طويلة واذا صارت على سطح الطاولة او على السيارة ما تعيش اكثر من فترة جدا قصيرة الدراسات تقول ما تعيش اكثر من ساعة الى ساعتين واذا كان الجو كلش رطب وبارد هي تحب الجو البارد فتعيش يجوز شوي اكثر من 3 او 4 ساعات فاذا ازدادت الحرارة الحقيقة وانت تعرف والمشاهد يعرف انه كل اصابات الفيروسات مثل الفلاوانزة عادة جدا قليلة بالصيف لانه طريقة العدوى بالمسح وبالعطاس نعم يعني هذه طريقة التلامس هذه الحقيقة بالصيف لدرجات حرارة عالية واحنا الحمد لله درجات الحرارة عندنا بالعراق توصل الى خمسين بالدرجة فانا باعتقادي انه ارتفاع درجة الحرارة في الاشهر القادمة والاجراءات الاحترازية اللي ذا نتخذها والدور الحجر والتثقيف للمواطن والعائلة احنا بهذه كلها وذا شوفوا الارقام احنا من انتابعها نعم دكتور نجم مدى يصير عندنا مثل ما صار بكوريا او صار في الصين تمام او في ايران احنا الارتفاع عندنا كلها مدى يزيد عن خمسين ولذلك هذا يولد سؤال معاني موزية هذا الحضل هذا يولد سؤال اكو تقرير اعتقد ساعاتك اطلعت عليها معانيك اطلعت عليها هذا التقرير يقول الشعوب ومنها العراق اللي اخذت هاي اللقاحات اللي في اليد واللقاحات الدورية تتذكر بالشنة بالمدارس يلقوا حونه هنا مال سلو مال تدرن ولقاحات اخرى هي الشعوب التي هي اقل عرضة للاصابة بالفيروس كورونا شنو حقيقة هاي المعلومة نعم هذا ما اعتقده صحيح هو يتكلم عنه يسمون بي سي جي مع المرض التدرن يسمون باسلس كالمت كورين هذا كل العراقيين ضربوا ولكن كوريا ضربتها كلها الصين ضربتها كلها لا هذا ما الى علاقة نعم احنا الان مثلا نعرف انه استعمال دواء الملارية الكلوروكوين والهايدروكسي كلوروكوين يفيد لانه هو جرثومة عادة تأذي الانسان الكبير بالعمور واللي عنده امراض مزمنة مثل السكر والقيل بالضغط هذا عادة هي الجرثومة من تدخل للجسم تطلع مواد موبة سامة مواد دفاعية سايتوكرين زي سموها فهذه ترتفع الى درجات جدا عالية يسموها صدمة السايتوكرين فادوية الملارية تمتصها لهذه يعني تضعفها لهذه الصدمة اللي ما يتحملها الجسم الكبير الآن بالعلاجات اللي احنا دا نستعملها وبنجاح هذه الادوية مع ادوية المضادات للفيروسات ومادة الزينك احنا الحقيقة عندنا درجات الشفاء تقريبا توصل الى 30% والبقية شباب كلهم المرض حتى في بعضهم ما يظهر بقوة هذولة بس نحجرهم ونراقبهم ونراقب الملامسين الهم ويطلعون احنا الاصابات الكبيرة اللي تسبب الوفاة لا سمح الله سببها عدم وصول المريض الى المستشفيات يعني يظلي كابر وعلى انا ما بيشيء بسيطة وهذا نخاف منه بس الحمد لله الاعلام اعلامكم وشكرا لكم انتوا وصلتوا الى مرحلة متقدمة الى بيوت الناس والعوائل والان ما عدنا اصبح الا القليل اللي ما يجيه يعرض نفسه كان عدهم بالنسبة الى كثير من المواطنين موضوع انه اذا ذكرت انا بي كورونا عيب المتوفى ما يدفن يعني غير صحيح المتوفين رحمهم الله كلهم اندفنوا اخذنا من المرجعية الكريمة فتوى بيها وعدنا ايضا من الصحة الدولية المتوفى الجرثوم وما تعيش فيه مجرد تعفير ويدفن بالطريقة الصحيحة حال حال اي متوفى باي مرض اخر فاحنا غطينا اكثر ما يحتاج هذا المرض الحقيقة وقلت لك اخ نجم احنا بامكانياتنا البسيطة بس موقف الاعلام الشريف حقيقة من امثالكم هو اللي خلانا نصل الى كل بيت بالعراق وتفهم العراقيين انه احنا ذا نتخذ هذه الاجراءات الصارمة هي لمصلحة المواطن وان شاء الله ما تطول رمضان الكريم جاي ان شاء الله نخفف الضغوط على المواطن لتسهيل الامور سيادة الوزير المصاب بكورونا الذي يتعافى هل يكتسب مناعة بعدم الاصابة بالمرض مرة اخرى ام انه لا خلص ممكن يتعرض لاصابة مرة اخرى والله انا هذا الموضوع درسته يا الاخوة في الجامعة العفوان في المنظمة الصحة الدولية للأسف انه المناعة اللي تتولد عند المصاب اللي يشفى من المرض ما يعني ممكن يصابتها مرة ثانية ما يصاب مرة ثانية هذا للأسف الشديد يعني ما تتولد يصاب مرة ثانية يعني ما يولد مناعة مثل مرض الجدري وغيره اه يصاب مرة اخرى انا ايضا من خلال الاخبار المتناقلة هنا وهناك انا اطرح على حضرتك ما ادري مدى مصداقية يقولك الآن بعض الاطباء وخصويا فيها قليل كردستان اجروا تجربة ان يأخذون بلازمة من المريضة الذي اكتسب الشفاء ويعالجون بها مرضى اخرى هل صحيح هذا علميا نعم والله ما اعتقد احنا عدنا خبراء حقيقة احنا اجرينا الآن عدنا مركز متطور من خبراء الفيرولوجي من العراقيين وفرنا لهم الحماية الكافية ويعني طوقناها للمنطقة بحيث انه المرض لا سمح الله ما يطلع من عدها والشباب اللي يدي يشتغلون به من خيرة شباب العلوم بهذه الامراض عدنا الآن مختبر شغال 24 ساعة تقريبا وهذا ولا الشباب ان شاء الله قد نصل احنا الى لقاح لهذا المرض يعني قد يستغربون الناس كما يستغربون انه احنا قدرنا الى حد هذه بعض شهرين العراق باصابات ما تتجاوز الـ 850 بمراقبة المنظمة الصحة الدولية اكدها لهذا عنا انه هذه الارقام مو وزير او مواطن عفوا طبيب اخر دي يختلقها هذه الارقام اللي ذكرتها ارقام مراقبة من منظمة الصحة الدولية هذا النجاح بالنسبة الى الوضع الكلينيكي ان شاء الله وضع البكتريولوجي والفيرولوجي لوزارة الصحة واحنا رفضناهم بالمال اللازم هذول الشباب ان شاء الله نقدر نبشر الشعب العراقي والعالم انه العراق سيبقى يعني ان شاء الله يكون الدولة الاولى باستخراج لقاح واحنا الان نجربة تكرم على الحيوانات واذا نجحنا به ان شاء الله يعني نطلع لهذا ايضا انا اشكر كل اجهزات شنو نتائج هذا اللقاح حتى هذه اللقبة معالي الوزير هذا خبر سار جدا اولا اللقاح حان الان انتو تجربوه انتج في مختبرات وزارة الصحة وبكوادر عراقية والان انتو تجربوه عن الحيوانات نعم شنو النتائج حتى اللحظة نعم والله الى حد هذه اللحظة اقدر اقول لك يعني تقريبا 25% ناجح ما اقدر انطي معلومات خاطئة لانه احنا معرضين امام الشفافية وامامكم وامام العلام من انطي معلومات خاطئة بس انا اريد اقول لك انه انا حقيقة انا للاسف انه تركت العراق صغير العمر ولكن عندما رجعت وشفت انه في العراق كوادر طبية حقيقة انه واحد يفتخر بيها يعني مثلا عندك الجهاز الفحص ما للانف هذا اللازم يحط في سائل هذا السائل كان يكلفنا الاف ملايين الدولارات استيراده لانه هو سائل يعني مثل مثل الزلال يعني مثل مي اللحم هذا على مدى نحط الفيروس به هذا الان وشكري وتقديري الى جامعة البصرة الان بدت جامعة البصرة تنتج هذا العينات اللي احنا كانت تكلفنا الاف الدنانير واحنا تشجيعا منهم من الهم ان شاء الله راح نبدي كلها تصنيعها بالعراق هاي وحدة انا ايضا اشكر وزارة الصناعة انه بدين احنا مو بدين عفوا انه صنعنا والاقنعة الكمامات ووزارة الصناعة الان تنزل كميات كبيرة الى السوق بحيث اه ما صار تجاوز على الاسعار اول ما كان كان سعره قريب الربع دولار ووصل للأسف الشديد الى عشر دولارات والان انخفض مرة ثانية اه وزارة الصناعة عدها مشكلة بالمواد الاولية وبالتعاون ويانا ان شاء الله ان نصلح هذا الموضوع بالنسبة للكمامات وزارة النفط مشكورة ايضا بدأت تصنع التعقيم اليد في مصانع الدورة وايضا بدأت تصنع الفايقرون نعم يعني بدأت الان مصانع انها كنا نستوردها من البريطانيا وكان عدنا مشكلة الفيرغون هذا هي للتعفير كنا نستوردها من البريطانيا ويكلفنا ملايين الدولارات الان مشكورة وزارة النفط والوزير النفط الاخ الفاضل الان معامل الدورة والان بدأنا حتى نوصل بالشاحنات الى الموصل الى المهجرين وان شاء الله يبدي تعفير العراق كله بسواعد عراقية وبانتاج عراقي هذا حقيقة فخر للعراق وفخر لكم وهذا انا يعني انا وزير انا مجرد باقي فترة قصيرة واطلع ولكن هذه الوزارة حقيقة هي عجوبة وازمة الخلية خبرائنا كوادرنا الطبية حقيقة مثل ما تفضلت في مقدمتك انه لازم نرفع قبعاتنا الهم وانا اشكرك واشكرهم هذول الشباب هذا طيب شاباتنا مختبرات يا اخي فتحنا والله معالي الوزير العراقيين في وقت الازمات ماكو اروع منهم بس مرات بنتبهنا لهم بالشكل اللي تقدر هاي الطاقات تحولها ليش الطب العالم منين اطباءنا البرى اعظم الاطباء بالعالم منين عراقيين صحيح صحيح ونفتخر بهذا ما علي مزايدات هذه حقاق واليوم بالامكانيات البسيطة نعم انتم الان انت تبشر انكم قبل العالم ستنتجون دواء وقد جربتم نجاح خمسة عشر بالمية وهذا الذي الان هذه السوائل وغيرها وغيرها تعتمدون عليها نعم صحيح والله هذا الكلام سليم صحيح وانا خير اللي ما يصدق خلي اهلا وسهلا بيه بس مختبر الفيرولوجي للأسف للقضية الامنية ما نقدر نطبق بيه ناس اه ولكن اهلا وسهلا بيهم لزيارة كل منتجات العراق اخي انا الحقيقة يعني اقول بصراحة الاخوة كافة في كابينة الوزارية موقفهم ما والله ما يعني انا خجول امامهم هذوله والله العظيم انا لا رجل سياسي ولا انتمي الى حزب بس كلهم مكفويا ووزير السياحة الفنادق اهنا طبعا اتهمونا انه احنا نأجر فنادق احنا ما مأجرين فنادق ولا انا اعرف هاي الفنادق صار الهشقد للأسف الشديد الاخ بارحة او اول مبارحة اه رجل هو اعلامي فاضل بس اتهم وزارة الصحة انه تأجر انا اطلعت على هذا الفيديو مع الوزير انا اطلعت على هذا الفيديو وشفت هذا الرجل اللي انت تعنيه نعم ويقول بالحرف الواحد انه هناك اتفاقيات من جهات مشبوهة لتأجير فنادق واللي انا بمئة اتين دولار وطلع ارقام وحسب هاي الارقام هذي اكو فعلا اكو اتفاقات من هذا النوع والله انا اتمنى عليه لانه الرجل اعتقد الاخ الصميدي رجل اعلامي فاضل وطني اعتقد له يراجع هذا ويعتذر الى وزارة الصحة لانه الحقيقة مو كلامه مو صحيح معلومة غلط احنا في حياتنا ما اتجرنا فندق ولا اعرف انا وين صالات الاقمار هذا المتروك الى السادر برئاسة الوزارة والى حد الان احنا لا مأتجرين فندق ولا مقررين اي فندق احنا دا نشتغل على المستشفياتنا فقط فالرجل يعني اطلق حقيقة واحنا في حالة قتال هذا المعلومة من الرجل طيب اتمنى عليه انه يعتذر الى الشعب العراقي والى كوادر وزارة الصحة اللي دا تعمل ليل نهار في خدمة الشعب انه احنا مأتجرين فندق باقمار وبمئتين دولار يعني ما اعرف هالا ارقام امني انجدتي والله العلي العظيم اخي انا لا مأتجر فندق ولا اندل الفنادق ولا اي واحد بنا مأتجر فندق احنا رسلنا رسالة الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الى حد الان من قرر اي فندق فهذه المعلومة هذه المعلومات ارجو من الاخوة الاعلاميين ان يتوخون الحذر ما احترامي الهم انا احترم الاعلاميين وهم انتو السلطة الرابعة انه ليستعملون كلمات قبل او يعني تعابير ملطيفة العراق الان في حاجة لكم وانتو ناس وطنيين للأسف الشديد صدرت من هذا الاخ الصمع دعي اترجى منه هو رجل وطني حسب ما اعرفت ورجل كريم انه يعتذر للوزارة الصحة وعلى كوادرها لانه هذا شمل حوالي 450 الف عراقي يعمل ليل نهار في الدفاع عن الوطن فما حلوة هذه مال احنا روح ان اجر بيوت صالات قمار وهذه الفنادق هي مفتوحة من زمان يعني مو احنا وزارة الصحة فتحتها اذا فيها صالات قمار او اشياء مو صحيحة فهذا مو شوضي انا انا ايضا اريد استفهم من حضرتك ايضا هناك بعض الاخبار في بعض وسائل الاعلام قالت انه هناك شركة عراقية بس انا مارد اذكر اسمها انتجت لقاح والكميات موجودة واللقاح ناجح وستقدم الى وزارة الصحة هل فعلا وصلكم لقاح من هذا النوع ام ستستقبلون من هذا النوع هل اختبر هذا اللقاح ما حقيقة هذه المعلومة لا 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 هذه مو صحيحة احنا ما يعني الى حد الان ما موجود لقاح بكل العالم يعني كل العالم على اساس هاي دعون الشركة عراقية انتجت هذا نعم قطاع اعرف هاي الشركة اعتقد هما اعتذروا اعتقد الشركة انه قالوا انه هما هما كانوا يتكلمون عن دواء ويتكلمون عن دواء هو الدواء الملاري الهايدروكسي هذا الدواء ما كان منتج بالعراق هما دا يبدون ينتجوه فهي كانت التعبير اللي الافضل كان يستعملوه انه الابتداء بانتاج هذا الدواء وايضا هم متفضلين حقيقة قالوا انه الكميات اللي راح يحتاجها العراق لمدة شهر شهرين او لمدة طويلة الحقيقة ما اذكر المراسلات انه يدعمون وزارة الصحة ويجهزون بهذا الدواء مجانا هذا ايضا شعور وطني اما اذا صدر من عندهم خطأ انه او الاعلام او بالصحافة انه هو الدواء صار لقاح هو مو لقاح نعم اه هو دواء نعالج بيه المرض وانما مو لقاح وهم اعتقد قد طلعوا تصريح بهذا الموضوع زيب اه معالي الوزير المساعدات الصينية ممكن وصلت البرحة وتوصل اليوم شنو طبيعة هذه المساعدات وما هو اهم ما جاء بهذه المساعدات وفقا لاحتياجاتكم نعم الحقيقة الصينيين بتعاون ويا حكومة الصين والسفارة الصينية تقريبا اقدر اقول لا يشتغلون ويانا كاطباء يعني السفير الصيني دائما باتصال بيه وبالوكلاء وبالمدراء العامين الصين جهزتنا بكميات كبيرة من اجهزة الفحص الكيت جهزتنا بكميات كبيرة من الكمامات والجلوفز ما لليد جهزتنا بخبراء من الطراز الاول جهزتنا بشركة هواوي للصينية بأرقى انواع التلفزيونات يعني الكمبيوترات الحواسيب تلي مادسن للمكالمات التلفزيونية واجرينا اتصالات مع كثير من الدول انا قبل اسبوع اتكلمت مع جامعة لندن ومتفضلين كانوا ايضا الان احنا عدنا دعم شامل من كل العالم بموضوع هذا الفضل اخوة الصينيين اللي رح يجينا هسا استعملنا طائراتنا العسكرية وايضا نشكر وزيارة الدفاع مشكورة والسيد وزير الدفاع جهزونا بطائرات سي وان ثيرتي لانه جاتينا اجهزة جدا ضخمة هذه السيتي سكانر هي لفحص الاشعع وهذه الدق من فحص الانف والدم بتشخيص المرض الحقيقة رح نحطها في مدينة الطب ورح نجيب اجهزة مشابهة الها اللي سموها موبايل المتحركة اللي رح نوصلها الى كل محافظاتنا العراقية ان شاء الله في الاسابيع القريبة جدا اهلا الان الصين اك وصديق للعراق اثبته هو الصين انا اشكر ايضا انا ما يصير انه بس اقول يعني الصين نعم على رأسي وساعدتنا بس ايضا الدولة الكويت الحبيبة والولايات المتحدة ساعدتنا بريطانيا ساعدتنا المنظمة الصحة الدولية في قبل حوالي اربعة ايام صار عندنا نقصان في اجهزة الفحص اه بخلال دا يعني ست ساعات جابونا ما لا يقل عن اربعين الف كت توزعت على كل العراق ومن ضمنها الاخوة في اقليم كردستان وانا ايضا بتواصل مع الاخ الدكتور سامان مزير الصحة في كردستان وايضا بتعاون معهم واحنا الحقيقة اعتقداني بهذه الامكانيات وهذه الطواقم وهذه المساعدات الدولية والتعاون العراقي حقيقة اشكر تي بي اي اي اشكر الرافدين ويعني قد انسى بعض البنوك الحقيقة رفدونا بكميات من المال زين معاني الوزير بما تبقى من الوقت حقيقة يعني كيماديا ما هو الدورة الذي قدمته كيماديا لوزارة الصحة واحنا حسب ما نسمع انه هي امكانياته وتخصيصاتها اعلى من الوزارة صحيح صحيح كيماديا هي اكبر مؤسسة في وزارة الصحة عدد موظفيها يتجاوز المية وخمسين الى مئتين مديرها الاخ الدكتور مظفر رجل حقيقة دقيق في التعامله واشكر عن طريقكم انا ونعم اكو بعض التأخير بالمعاملات للضغط الكبير اللي يصار على هذه المؤسسة هذه المؤسسة ماليا الان في وضع كثير افضل من السابق عدنا الان قوائم بالمعدات اللي نحتاجها وتطلع هذه الدورية وتطلع حتى بالويب سايت مال الوزارة الاحتياجات مثلا نحتاج اجهزة تنفس اللي يسمون الفنتليتر هذا مثلا عدنا احتياجات احنا عدنا نقص بحدود 400 جهاز عدنا عقود الان مستعجلة خلال الاسبوع او العشر تيام القادمة راح نكمل احتياجنا اللي هو يصل الى 1800 جهاز يعني عدنا احنا كيماديا تعمل ايضا ليل نهار يعني والله مشكورين وانا مثل ما قلت لك عندي الاخ الدكتور مظفر مثل اخوي نعم حقيقة يعمل ليل نهار الرجل وكلنا الحقيقة اخوتي في الوكلاء المدراء العامين المدراء العامين في المحافظات حقيقة والله انت لزم التليفون وخابرهم لا 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 تطلقي قاعد بالثنتين بالليل نعم اخذت سيد الوكيل الجميل اخذت وياي باكثر من مرة مدير صحات الكرخ ايضا اخذت نعم معاون الصحة العامة ايضا اخذت صحيح نعم نعم ولذلك اكو سؤال معاني الوزير انا الحقيقة بس نعم كمل نعم كمل معاني الوزير نعم اكبل يعني بس اترجى من يعني عن طريقكم انتو محطة كبيرة ومنتشرة في يعني بالعالم العربي بالعراق بالذات انه شوية موضوع الاستهداف وزارة الصحة الان غير لائق يعني حقيقة انتو ناس وطنيين الوطني ما يضرب اخوه في حال انه مجروح احنا الان في حرب مثل حرب داعش فالهدف هو كلنا نعمل يد بيد ونترك الخلافات مو صحيح انه تهاجم وزارة الصحة واحنا عدنا اطباء دايز صوبون حقيقة يعني عدي اطباء بالبصرة تصوبوا عدنا اطباء معرضين للاصابة باي وقت فارجو عن طريقك دكتور نجم تساعدونا بهذا الموضوع انه التهجم على الوزارة من مو بسم للإعلام من اي مواطن شاء الله كل شعبكم وياكم طالما انتم الان تعملون به اخلاص كل اهلكم الشرفاء وياكم انتم الان في خط الصد الاول الله يوفقك سيدي ولذلك انا اريد اسأل حضرتك الان يعني المعركة قائمة والمعركة وكل ما طول تحتاج الى امدادات الان في حالة الاحتياجات لاستيراد اجزة للتنفس معدات اخرى مختبرات والمشكلة الان هل هناك دول تجدون لديها فائض او مستعدة ان تزودكم يعني تقدرون ان تشترون لان الدول اللي احنا ناخذ من عتلان هي فيها نكبات كبيرة اكو فرصة نشتري اكيد نعم احنا سؤال جيد الحقيقة مثلا الولايات المتحدة تقريبا اقدر اقول لك سيطرت على اسواق العالم كلها اشترت كل شي نعم بس اللي اكبر من الولايات المتحدة الولايات المتحدة اقوى من الولايات المتحدة هي منظمة الصحة الدولية تمام منظمة الصحة الدولية الان ادنى رصيد معاهم اه بحدود اعتقد اه يوصل الى 30 مليون دولار اه وهم مخولين لانه هذول احدهم امكانية الاشراء ويشترون البضاعة باسعار جدا رخيصة اه ويعرفون وين مواقعها ومخازنها اه يعني قبل اسبوع احتاجين كتس مع الدم اه ما الفحص عفوا اه حصلونا ياها بست ساعات ولقوا المخزن وين كان في دبي فاحنا هذه الامكانية ما عندنا ولذلك تعاوننا مع منظمة الصحة الدولية والفلوس اللي تجينا احنا قسم كبير منها ان نحوله الى منظمة الصحة الدولية يعني المساعدات الامريكية والكويتية راحت كلها الى منظمة الصحة العالمية وهم ايضا تدري هذول شركة يعني مؤسسة ضخمة تابعة والمتحدة فمن ناحية النزاهة هذول شركة مؤسسات مراقبة حقيقة وشويهم تريحنا راسنا بالاستعجال والتجهيز في حالة انه احنا صار عندنا تلكؤ او بطؤ ولو الحمد لله احنا يعني مثل ما تفضلت كيمادية كيمادية مؤسسة الان نعتبرها من المؤسسات الناجحة واحنا ما عندنا تباطؤ يعني حقيقة اكثر الاجهزة راح توصلنا بالاوقات المناسبة واحنا وضعنا جيد حقيقة اليوم علي الوزير ما ادريش قد مصداقية الاخبار التي تقول ان الصين سيطرت على او تم شفاء اربعة وتسعين بالمية من الحالات التي تمت اصابتها بفيروس كارونا هل نحن في الشوط الأخير من المنازلة نا والله احنا تقريبا اقدر اقول لك احنا في نصف الطريق اه انا قلت لك يعني بتوقعاتي انا ما رد اقول عيب انا بس عدي خبرة بحل حلة الازمات اه باعتقادي وبإمكانيات العراق وبقياسنا بدول الجوار والاحصائيات ماننا وخبرائنا وإمكانياتنا الآن اللي يطور التطور حقيقة جيد ممتاز اعتقد انه احنا في نهاية الشهر الخامس بداية الشهر السادس نبشر الشعب العراقي انه احنا قضينا على المرض بعون الله هذا بناء على معطيات علمية نعم نعم يعني انا مثل ما ذكرت لك انه الاصابات تقريبا عددها بدأ يثبت يعني مدى يزيد عدنا انا كان خوفي من الزيارات للعتبات الايمة عليهم السلام كان خوفي شديد بس بتعاون الاخوة بتعاون مرجعياتنا الكرام وبتعاون الشعب الحقيقة الوقف السني الشريف والوقف الشيعي الكريم احنا الحقيقة وصلنا الى خفضنا عدد الزوار وبالفتوى انه ممكن يزورون من بعيد خفضنا الزيارة حسب ما اسمعت من اجهزتنا الامنية انه زيارة الامام الكاظم عليه السلام نزلت من ملايين الى 15 الف هذا حقيقة ساعدنا لان كان انا خوفي اذا صارت هذه الزيارات والتلامس بهذه الععداد ما راح نقدر كنا نسيطر بس شكرا للشعب العراقي بهذا الموقف الشريف المراجعنا الكرام ايضا انت الان من وجهة ومن رؤية علمية الان اذا بقى الامر الى نهاية الخامس او الى نهاية السادس هل تنصح بان يستمر حظر التجوال الوقائي بهذا الشكل ام يخفف ام يجب ان يزداد حظر التجوال اكثر استقرارا واكثر تزمتا واكثر ضغطا على الناس حتى تبقى نعم احنا الحقيقة منع التجول حطنا الى يوم دعاش اربعة والتزموا بيه المواطنين ومشكورة القوات المسلحة والقوات الامنية بالسيطرة على الطرقات يعني تحقيق نجاح لهذا الموضوع منع التجول بعد دعاش اطنعاش انا ذكرت انه احنا نفضل انه نكمل الى يوم مع اجراء بعض التغييرات بالنسبة للوزارات انه نخول الوزراء باستثناء بعض الكوادر مالهم انه يقدرون يرجعون الى 25% من موظفيهم الحقيقة احنا ايضا ما نقدر نعطل مؤسساتنا الحكومية تعرف عندنا نحتاج الاموال التحويلات الخارجية التحويلات المرتبات نحتاج الى توزيع الاغذية يعني لازم نخفف فهذه الاجراءات اللي طلبناها من السادة في مجلس الوزراء وان شاء الله بالتعاون معهم احنا رح نحقق ما هو الافضل الى المواطن العراقي احنا مرد نضيق على العراقيين اكثر من طاقتهم ولكن ايضا نجاحنا بمنع التجول منعنا من انتشار المرض اذا نحتاج لا سمح الله قدن طولة او قدن زيدة ولكن الى حد هذه اللحظة اقدر اقول لك منها الى 19 وشهر شوية نخفف من الضغوط مع الوزير انا جتني رسالة من مواطن من اهل بابل يقول انا معاون طبي يقول خلية الازمة اصدرت امر بعادة بعادتهم الى دوائرهم يقول لحد لا لم يتم تنفيذ الامر ولم يستلم رواتب لمدة اربعة شهر نعم هو ما عرف بالنسبة للاخ المواطف هو كانت موضوع اعادة المتقاعدين وهذا احنا بس اي يعني احنا الحقيقة الان ادنا كوادر طبية كافية وانا ما رد اتأربك الموضوع بموضوع انه نرجع الاف المتقاعدين المتقاعدين وضعهم لا بأس به الناس وكملوا دوراتهم لازم نفسح المجال للشباب بالدخول الى المعركة والدخول الى وزارة الصحة والعمل بالمؤسسات الصحية فانا طلبت فقط من وزارة الصحة انه عدنا عشرة خبراء من الطراز الاول فطلبت اعادة فقط عشرة اما بقية المتقاعدين فهم اخوتي واهلي احنا الان اذا احتاجناهم فاهلا وسهلا بس الى حد هذه الحالة الوضع احنا مو بحاجة مع الوزير ايضا انت تتذكر ذول الكليات العلوم واللي بالخصصات الطبية اللي حصلوا على قرار من مجلس النواب ومن المالية بيني تم تعينهم على وزارة الصحة يقول انت كان اليك موقف بهذه القضية بعدم تعينهم على ملاك وزارة الصحة وذولا دائما يخابروني ودائما يشتكون يعني هل اكو امكانية لتنفيذ هذا الامر وتعينهم في وزارة الصحة والله دكتور نجم هي مو بيدي يعني هما تمام دا يتهموني بس انا مو بيدي هذه امكانية وزارة الصحة هذه امكانية الدولة اليوم النفط 20 دولار نعم هما مظلومين انا معاهم بس انا ما عندي حقيقة واعينهم وين يعني هما يعني حتى للأسف تظاهروا امام الوزارة وانا كأن ما هي بيدي وما انطيهم هي مو بيدي اكو قوانين لا تليش مجلس النواب انطاهم قرار بالتعين ويقول المالية ايضا انطاهم قرار بس ونع نعم والمالية ايضا عتم تخصيص الهم ما فيه ما اعتقد اذا عندهم تخصيص اهلا وسهلا بس انا ما عندي خلي جوني ثبتولي هذه الورقة انا بكرا عني انا ما عندي لا تخصيص ولا فلوس ولا انا دا اقولكها بصراحة انا ما اللي اعرفه انه على اساس من تطلع الميزانية مال 2020 بيها مجال بس الى هذه اللحظة احنا وزارة الصحة واحنا في معركة دا ينطونا واحد على 12 ما للعام الماضي نعم ساعدونا بفق عن طريق البنك المركزي وهذا بس احنا الى حد الان واش هستحنا نبشرهم الان مع الوزير نبشرهم الان عن لسانك اذا قررت مزانية 2020 بيها مجال ان شاء الله ان شاء الله انا على راسي والله انا ما عندي شيء واقف بيه ضدهم هم ليش دا يعتقدون انه انا ضدهم انا مو ضد احد انا مجرد انه اكيد حياهم الله هم اهل البلد وهم عراقيين وتعبانين ودارسين يعني ما اريد احنا نوقف بطريقة احد زياد بما تبقى من الوقت بخبرتك العلمية هذا الان هناك حديث يتحدث عن كورونا وتاريخ كورونا انت الان تعتقد كورونا خطأ بيولوجي ارهاب بيولوجي بعد اكثر من شهرين مما حصل نعم والله يا اخ نجم هذا طلعت اشعاعات كثيرة انه كان الدول المستهدفة الصين وايران اي وانه الاوروبيين سووا اليوم الاصابات في اوروبا وفي امريكا مروعة حقيقة فاذا كان الهدف انه يستهدفون الصين مما اقوله امريكا اليوم الوفيات قامت توصل عندهم الف باليوم فمما اقوله واحد يبدي بهجوم ويضرب نفسه فانا بحرب البيولوجية واذا لك تسميه بالخطأ البيولوجي ما معقوله الخطأ يصير في بريطانيا واسبانيا وايطاليا وامريكا وفندا ما معقوله يعني خطأ يجوز يصير في بلد واحد هذا اعتقد يعني حقيقة مو صحيح زيان انا بقى عندي وقت قليل يعني اقل من دقيقتين ما هو رأيك هذا مقترح من قناة التغيير اذا تم الانتصار على كورونا والله سلمك ومسلم شعبنا نعتبر هذا اليوم هو يوم عيد الطبيب العراقي ويبقى من الشواخص التاريخية شون رأيك نعم انا اشكرك انا الحقيقة قدمت مذكرة الى رئاسة الوزراء انه نسوي تمثال نصب الى الكوادر الطبية واحنا حسب الدراسة شعبة الهندسة في الصحة اختارينا اعتقد هي ساحة الصور اسمها اللقاء ايه وقدمت مذكرة الى سيد رئيس الوزراء وايضا راح ان شاء الله طالبت بي واتبرعوا شوف العراقيين يا اخي هذا اللي انا احبه بالعراقيين اتبرعوا ثمانية من النحاتين العراقيين انه حتى يساعدون بهذا بالبرونز وتصنيع التمثال ودراسته وته هذا في مجانا وقسم منهم من الخارج ادنى واحد نحات من نيويورك فانا طلبت انه الاربع يتعاونون انه نسوي صروح كبير الى الطبيب العراقي في ساحة اللقاء مع يكون مع مكتبة وقاعة للجلوس لتحية الاطباء العراقيين وكوادرهم والصيادلة واطباء الاسنان والممرضين والممرضات وايضا طالبت مجلس الوزراء بمساعدتي بانه نصدر طابع بهذا اليوم الكريم انه انتصار وزارة الصحة بكافة كوادرها على مرضي زيانا مع الوزير باخر ان شاء الله اي نعم نعم كمل نعم ان شاء الله نحصل على الموافقة بالنسبة لل للصرح في ساحة اللقاء والى الطابع رمزا لطبابة العراق انا بقى عندي اخر شي انت مرات لما تقود معركة وياك جنود عبطال وينجحون وما يقولوا لك كل شي يتعرضون بالاخير يصبح الثواب كما نتعامل بالعقاب يعني انت تعرف هالسمث الهيش معركة الاطباء الممرضين الممرضات هم يرادلهم قطع اراضي ناس حالها تتعبانة على قل تقدير هاي مكافأة حتى مرة اخرى العراق من تحتاجه نعم تلقاه تلقاه يعني حالهم حال القطاعات الاخرى نعم نعم الحقيقة اشكرك انت ذكرتني احنا وزارة الصحة ووزارة البيئة عندها اراضي كبيرة نعم احنا عدنا الاخ الوكيل في وزارة البيئة دكتور نعم جاسم الفلاحي اي مشرف على هذا عدنا 26 دونم في الدورة وعدنا 5 دوانم يوم مطار المطار المثنى المثنى نعم هذه مطار المثنى ان شاء الله راح يصير بيها مجمع لوزارة الصحة والصيدلة والنقابات كلها راح يصير في المثنى وال26 دونم راح يصير سكن الى اللي دخلهم قليل مثل الممرضين والممرضات وان شاء الله في اراضي اخرى بس دا نحاول ندرس الحصول عليها قريبة اكون من مستشفى الكرامة احنا مسوين التخطيطات بس احنا تدري ظروف البلد شوية المالية مو سهلة اي بس ننتظر اذا احصل موافقة نعرضها للاستثمار انا وقتي خلاص كنت سعيد باللقاء معك معالي وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي شكرا جليل لك مع الوزير ما شكرا وشكرا لكم مشاهدي قالت التغيير باشر نتلاقى باذني تعالى نتمنى لكم السلامة هلا هلا الالتزام بحضر التجوال تقبلوا تحياتي اشتركوا في القناة